قرر الجهاز الفني للإسماعيلي بقيادة حمزة جمل اختيار 22 لاعب انتظموا الليلة داخل معسكر مغلق بفندو النادي استعدادا للقاء فريقهم مع بيراميدز المؤجل من الأسبوع الـ 24 للدور الممتاز والمحدد موعده السابعة مساء الثلاثاء باستاذ الدفاع الجو بالقاهرة وكان حمزة جمل المدير الفني لإسماعيلي وقع اختياره على أعضاء الفريق وهم محمد فوزي ومحمد كوكو وأحمد عادل عبد المنعم لحراسة المرمى ومحمد هاشم ومحمد نصر ومحمد دسوقي ومحمد بيومي وعصام صبحي وكريم الديب وعماد حمدي وكريم عرفاط وصالح جمعة ومحمد حسن ومحمد مخلوف وعمر الساعي وأحمد مدبولي وعبد الرحمن مجدي ومحمود الشبراوي ومحمد الشامي وسيرجي أكا وياو أنور وفراس شواط وتقدر الإشارة إلى أن الجهاز الفني الإسماعيلي استبعد من لقاء بيراميدز الحارس محمد صبحي وبرفقته حمد النجاز وعبدالله حسني وأحمد عبد الوهاب وأحمد محسن ومصطفى فارس ومحمد خليفة ومحمد عبد السميع ومروان حمدي وببكر حمزة الجمل وحسن صابر وأياد العسق قلاني لأسباب مختلفة اشتركوا في القناة